بالطبع السؤال الاساسي – هل يجب أن نخاف من الذكاء الصناعية؟ هل الذكاء الصناعية ممكن أنين يعوضنا أو يعوض الإنسان بشكل عام؟ هو سؤال الأساسي ولكن ما يجب أن نعرفه هو أن الذكاء الاصناعي يبقى أداة أو وسيلة هي وسيلة متاحة بأيدينا تمكننا من تطوير طريقة شغالنا الصورة التي ممكن أن أعطيها هي صورة الربان ومساعد الربان الذكاء الاصناعي يبقى دائما هو مساعد الربان ولكن القرار أو قيادة الطائرة تبقى في إطار اختصاص الربان ومساعد الربان هو يعين الربان في مجموعة من المهم إذن الذكاء الاصناعي يجب أن نستعمله كمساعد يومي يمكننا من القيام بمهام لم يكن بإمكاني القيام بها من قبل أو كان بإمكاني القيام بها من قبل ولكن كانت تأخذ مدة طويلة فهذا هو الأساس الأهم ليس أن نتخوف من الذكاء الاصناعي أنه يبقى أداة ولكن علينا أن نفهم أنه من سيستعمل الذكاء الاصناعي يمكن أن يتفوق علينا من جانب المرضودية والإنتاجية وبالتالي ممكن أن يتجاوزنا من الناحية العملية